لو كان الزوج متشدد والزوجة ملتزمة كيف ممكن تصير التنازلات؟ لأنه نوعاً ما حيكون التفاهم صعب بهاي الحالة مو مستحيل نجي إحنا نقول لهم أقعدوا أمام طاولة تماماً وتعالوا نتناقش في هذا الموضوع إنت لما تحكي لها إحنا يومياً الأولاد بدهم يحفظوا قرآن يومياً الأولاد بدهم يصلوا فجر غصبة عنهم يومياً الأولاد بدهم كذا البنت بدها تتحجب بصر عمرها تسع سنوات غصبت عنها عرفت كيف؟ إحنا نجي الآن نسأل سؤال واضح وصريح وبسيط ومواجهة نواجه فيه مواجهة الظهر ونقول له تعال خلنا تفرج على نتائج إلزامك وتشددك وضغطك عليهم يعني لما تجي على البنت وهي ما زالت تشب على الطوق وتجبرها على حجابها والبنت بعد بضع سنوات لما راحت وأجات وتفتحت ولم تشعر بقدرتها على أن تكون مقتنعة فيه ومين اللي دخلها في الحيط؟ حضرتك ولويه لأنه شوفي أهم إشي في القناعات لو بدها وقت تخلي تقدر تدافع عن خياراتك الإجبار لا يخليك تدافع عن خياراتك لذلك الرسول قاعد فترة أنا أظن أنا أظن أظن أن الرسول لما قاعد محهم ثلاث سنوات في دار الأرقم في الدعوة السرية أنا أظن يا فرح أنه في هذه الثلاث سنوات كان يعلمهم أدوات التفكير في التوحيد شو يعني؟ يعني لما كان بدي يعلمهم أن الأصنام غير مفيدة وأنه الله واحد مقابل هذه الأصنام كلها ما كان يعلمهم الموضوع من باب إفعل ولا تفعل لا كان يعلمهم الموضوع من باب التفكير خطوات التفكير المنطقي كيف تقدر تحاجج اللي قباله وكيف تستطيع أن تقتنع بما لديك فلما اشتغل عشان هي كانت هذول النواة هذول المجموعة اللي كانوا بدار الأرقم نأروا الأرقم هم اللي استطاعوا أن يشيروا المية وثلاثين ألف شخص حجوا معه في حجة الوداع هذول اللي استطاعوا أن يدافعوا عن الدين لما كانوا سفراء عشان هي كنت تطلع لما تشتغل على موضوع القناعات يكون عرفت كيف يجي ويجي يسأل عائشة قالوا لها يا عائش ماذا كان يفعل النبي في بيته شوفها مرعب هذا الحديث ماذا كان يفعل النبي فشوفي رد عائشة عليها الردوان قالت مثل أي رجل في المدينة كما يفعل الناس في بيوتهم يخيط ثوبه ويخصف نعله عرفت كيف بالضبط واذا تقول واذا تقول أن الرسول لا يختلف عن الناس ما فيه له خصوصية في التعامل معي خصوصية في التعامل معي أنه صح نبي لكنه رجل وبني آدم زي أي شخص عندكم في بيوتكم يتعامل عرفت عشان إحنا لما نجي على واحد ويقول هالرجل ما يصير أنا قوام عليكم وانتي لازم تفهم معنى كلمة قوام أنا أعدد ما تفهم متى تعدد وكيف تعدد ولماذا تعدد عرفت كيف لما نتنامل هذه المفاهيم الدينية الحساسة والمهمة والضرورية لازم نعيد النظر في سياقاتها وفي تنزيلها يعني كيف أنا بدي أشتغل في هذا الموضوع هذا كثير مهم وضروري صحيح نعم نعم ترجمة نانسي قنقر